قالك ده كلام او انت زمالك حيلجأ بعد كده ليه المحكمة الرياضية ويا ايه يا من يعيش بقى ادي احنا يعني في قضية لطيفة جدا الرجل المعندس فرج عامر ده رجل لطيف جدا وهو دمه خفيف جدا الحقيقة يعني وعلى فكرة والله العظيم عايز تموت متضحك يعني تنهار تنهار قعد مع المعندس فرج عامر بعيدة عن التلفزيون والشاشات واجعة دماغه والشغل والبرلمان والنادي قعد اتكلم معاه على ترابيه زي كده مثلا في كافية يعني تنهار من الضحك وهو ده مخفيف جدا فقالك عامل اسقاط على الكلام اللي بيقوله الزمالك او رئيس نادي الزمالك ان الزمالك نادي القرن الحقيقي وحقول لنا بقى يعني بعيد بقى عن التحريج يعني حقول لنا رأيه في قصة القرن دلوقتي لكن المعندس فرج عامر قالك وانا نادي الكاسة الحقيقي ايه رأيك بقى انا بطل الكاسة الحقيقي بتاع 2014 هو انبارح كان موجود في التلفزيون وقالك كده قالك انا في 2014 الناس كلها عارفة انا خسرت الكاس ازاي كنت في الفاينال مع الزمالك وخسرت 1-0 والتحكيم عامل ايه وقبل الماتشو عاملوا ايه والحوادث اللي حصلت قابليها وقصروا على فرقة ازاي لكن انا بطل الكاس الحقيقي وقدام ربنا وحسبن طبعا في سره اكيد حسبن انت عندي ربنا فحسبن لكن انا بعايز اقول المونس فرج عامل ايه ما تسيبش حق لك اعمل ملف هات محمد بايومي اعمل يافطة ما تعمل يافطة الله وانت قال لي من من الزمالك في حاجة ما تعمل يافطة وحطها في على على صور نادي سموح زم الزمالك عامل وكتب نادي او بطل الكاس الحقيقي الفين واربعتاشر والزمالك ازا الدايق يشتيكي لمحافظ اسكندرية ويروح يشتيكي الوزير الشرباب الرياض يقول له نازل اليافطة وهقول لك على حاجة باش ما نسفرج روح وزارة التموين خد مني هاتا تدفع مية لسبعتاشر جنيه وتعمل الورقة اللي الزمالك عملها دي وتطلع تقول انا سجلت خلاص احنا بطل الكاس الحقيقي يعني ده هو سلسل تاني في المسلسلات بتاعت ان او على فقر انا بهرجش والله الكلام ده حصل يعني طبعا انا بحط الايه ايه الشغل بتاع انا لكن اول ما انسفرج فعلا قال كده قالك انا بطل الكاس الحقيقي وكلمة الحقيقي دي اسقاط على حقيقي بتاعت قرن الزمالك او نادي الزمالك نادي قرن الحقيقي فالوقتي اي حد عايز حاجة شايف ان هو الحقيقي يروح يعني فيه فيه تلات حاجات تقدر تعملها تعمل يافطة تاني حاجة تروح وزارة التموين تلات حاجة تطلع في تليجون تتكلم اي حد عايز عنده حاجة حقيقي يقدر يعمل كده ويبقى هو صاحب الحقوق ده بالنسبة والنادي اسموح على فكرة بعيد بقى عن التحريج يعني النادي اسموح من الاندي على فكرة اللي اللي فعلا بتفرخ لعيبة مميزة جدا وده يحسب لما نسفرج عامر ويحسب لقدارة الميدي ويحسب للجهزة الفنية يعني لما قلوكم الاسماء يعني احنا بنفر كده فقلنا طب يعني ففجأت فعلا اسماء يعني اخدوا بالكم بتبقى لعيبة حتى مش موجودة في انديية تروح سموحة تبقى السوبر ستارز وتفهمش ازاي يعني ايمن اشرف اللي في الاهلي ما كان ناشئ صاعد بس مخدش فرصته كان هو حسين السيد فجأة ايمن اشرف راح سموحة بقى نجم النجوم وبالعب باك ليفت وبالعب سرد باك ورجع عن ندي الاهلي يعني لعيب اه بقيم جدا وبقى عنصر اساسي في منتخب مصر عندك طرق حامد ايقونة الزمالك دلوقتي اهم لعب في ندي الزمالك للحداشرة للعيب عشرة منهم بتحطوا بعد طرق حامد طرق من سموح بتكلم في احمد حمودي نجم خط النص زمالك واهلي وسموح طبعا هبدايته في سموح عندك زيز ومحمود عبدالعزيز بتاع الزمالك لقى بخط النص عندك رجب بكار يعني الخناء ايما عليه في ناحية اليمين بتاع بيرامدس عندك ياسر ابراهيم مدافع الاهلي الحالي اللي كان في الزمالك راح لسموحة بقى منور يعني كان في الزمالك مبلعبش مش ممكن مش ببلقش حتى هو راح اعارة وبعدين الزمالك سابه وكم عندك حسان بولو اللي هو كان هداف يعني الدوري لمصر سنين وراح الزمالك واتطفى بعد كده عندك المهدي سليمان حارس المرمى عندك ابو جبل حارس مرمى الزمالك عندك عبدالله باكري السردباك بتاع بيرامدس كل دول العيبة خارجة خارجة من نادي سموحة كلهم العيبة دلوقتي منوجون في الدولة الممتاز يعني حاليا يعني منهم تلاتة ولا اتنين يعني احنا بنقول رجب بكار وبنقول عبدالله باكري اضيف عليهم نبيل عامد دونجا بتاع بيرامدس بيرامدس بيقول الزمالك خدهم دلوقتي يعني الزمالك عايزهم قال له خمسين مليون يعني بتدينه خمسين مليون جنيه ناديك رجب بكار اللي هو بتاع سموحة ناديك عبدالله باكر اللي هو بتاع سموحة وتدخل خمسين مليون وناخد محمد عقيد الغاني اللي هو السردباك بتاع الزمالك.. الصاعد الوعد اللي لسه بيمدله عقده يعني اليومين اللي فاتوا دول. ونحسب بقى نشوف عبدالغاني كان ونخصم من خمسين مليون. بس التلاتة دول عايزهم تمانهم خمسين مليون جنيه. وحتى حاسبين كده قال لك نبيل عماد تامل الواحده تلاتين عشرة رجب بكر وعشرة ايه? عبدالله بكري. طب لو هتاخد رجب بكر لوحده بخمستاشر. هتاخده في المجموعة يبقى بعشر. سيل. يعني هتاخد الواحده بخمستاشر. عبدالله بكر الواحده بخمستاشر. نبيل عماد دونجا الواحده بتلاتين. فكده مجموحهم كم ستين. لكن لو هتاخد التلاتة على بعد يا عم هنعمل له خاصم اه عشرة مليون. تاخدهم بخمسين مليون جنيه. زائد ان احنا ناخد عبدالغاني ونحسب قيمته. ونخصمه بعد كده من الخمسين مليون. فاصل النجوم دي اللي بيرامدز بتكلم عنها في الخمسين مليون اللي الزمالك عايزهم دول. اصلهم طالعين منين? من نادي سموحة. عشان كده بقولكم نادي سموحة. من الاندية فعلا التي تفرخ ذهبا للكرى المصرية. والله العظيم صحيح يعني. نادي فعلا بيطلع العيبة جمدة جدا خلال الفترة اللي فاتت.